حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو النعمان عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري عن أبيه عن جده وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتحلوا بالإثمد المروحي فإنه يجلو البصر وينبت الشعر حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبدي بن هوذة الأنصاري عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروحي عند النوم